قال مدير برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بداء السيدة في الجزائر عدل الزدام اليوم خلال أحياء هي اليوم العالمي للسيدة للجزائر سجلت 1700 حالة إصابة جديدة بداء السيدة خلال العام الماضي بهذا يصل عدد الإصابات في الجزائر إلى نحو 18 ألف إصابة نقف على الأرقام لأنه مهم جداً نتكلم باللغة الأرقام أن عدد الإصابات السيدة في العالم قرب 38 مليون إصابة وعدد الإصابات الجديدة في العالم هو 1.5 مليون إصابة في 2020 في الجزائر عدد الإصابات الإجمالي هو 18 ألف إصابة في 2020 جزائر سجلت 1700 إصابة جديدة يعتبر كذلك رقم مرتفع نوعاً ما بالنسبة للهدف الذي سطرته الجزائر بالوصول إليه وخفض عدد الإصابات الجديدة إلى أقل من 500 حالة الفئة العمرية الأكثر إصابة في الجزائر هي الفئة 25-49 سنة يعني فئة الشباب والكهول نوعاً ما ترجمة نانسي قنقر